نتحدث أكثر عن هذه الاجتماعات مع ضيفنا الكريم من بغداد ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية دكتور هشام الهاشم الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا إذن اجتماعات في روما في الكويت كيف تابعت ما ورد فيه ما في هذا اليوم الثلاثاء ما الذي لفتك وما الذي كنت تنتظره كخبير في هذه الجماعات المتشددة وكيفية التعامل معها في هذه المرحلة بالذات التي وصلت إليها حقيقة كانت مراجعات وإعادة تقييم لما كان في ثلاثة سنوات ونصف خلال انطلاق عمليات التحالف الدولي وأيضا تجديد الانتمال لهذا التحالف الدولي وإعطاه مدد أطول من التي كان مفترض أن تنتهي عندها كان المفترض أن يكون في نهاية 2017 يحل التحالف الدولي لكن مؤتمر روما ومؤتمر الكويت أكد أن هناك حاجة فعلية وإن كانت تختلف عن الحاجة التي كانت من قبل كانت حاجة عسكرية وأيضا لوجستية نوعا ما باتجاه العمليات العسكرية لكن الآن الحاجة واضحة حددت في عمليات استخبارات ومعلومات وأيضا عمليات قصف جوي وأيضا معلومات فيما يخص عمليات رسال داعش الإعلامية مكافحتها ومنع تدفق الأجانب هذه المرة التدفق العكسي من مناطق الصراع باتجاه أوروبا أو بلدانهم هذه تحتاج لوحدها إلى ستراتيجية خاصة وأيضا تجفيف منابع تمويل هذه التنظيمات الإرهابية ولأول مرة بعد ثلاثة سنوات ونصف الولايات المتحدة الأمريكية تصف هذا التحول الكبير لدى تنظيم داعش من مجموعة دولة الخلافة ثم دولة الضل إلى ما يعرف بالحركات التمرد وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تشير أن المعركة سوف تختلف على اعتبار أن حركات التمرد هي حركات لها صبر ستراتيجي ونفس طويل وهي مجامع تقاتل بطريقة حرب الشوارع لكن بطريقة إفشال الحكومات والقوانين التي تتمرد عليها بخلاف الحركات الراديكالية التكفيرية التي تريد أن تمسك الأرض وتحكم بقوانينها التي تقاتل من أجلها هناك تحديات كبيرة اليوم أمام التحالف إلى أي درجة سيخرج هذا الاجتماع أو بالاجتماعان بخلاصة بنقاط سيتم على الأرض فعلا حسم المعركة نتحدث عن تحديات عديدة ذكرت موضوع تجفيف المصادر التمويل نتحدث عن حفظ أمن المناطق التي استعيدت من داعش نتحدث عن أراضي لا تزال تحت سيطرة داعش كل هذه التحديات كيف سيتم واجهتها كخروج من هذه الاجتماعات يبدو أنه أكبر تحدي كان باجتماعي روما والكويت هو موضوع فكر هذه التنظيمات الراديكالية إلى الآن لم توضع ستراتيجية متكاملة هناك تشخيص دقيق للفكر المتطرف لكن علاجات لم توضع علاجات مشتركة بين هذه الخمسة وسبعين دولة التي تحارب الإرهاب هناك علاجات ونموذج التجربة المغربية التجربة السعودية المصرية الإماراتية هذه التجارب لو جمعت بعناية من قبل التحارف الدولي سوف تكون هناك علاج حقيقي للفكر المتطرف لماذا لا يتم التعاون بهذا الإطار؟ جدور التطرف الفكرية صحيح المحاربة الفكرية لماذا لا يتم الذي يحول دون الاستفادة من خبرات تجارب أخرى تجارب دول؟ حقيقة الآن هو انسجام كبير بين هذه الدول التي لديها تجارب ناجحة متى ما تكاملت مع تجارب الدول الأخرى ممكن أن نحقق شيء كبير أظن الموضوع السياسي هو الذي يعرقل هذا الاجتماع الذي لا بد أن يتحقق بهذه المدارس المدرسة المغربية المصرية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لديهم تجارب ونماذج لعلاج الفكر المتطرف الفكر بالفكر وليس علاج بطريقة العسكرة والطرق الأمنية والاستخباراتية نعلم أن النواة الصلبة لهذه التنظيمات هي نواة فكرية وليست عبارة عن جماعات وقشور تنتشر هنا وهناك لعمليات إرهابية بسلوك عنيف من ضمن النقاط التي وردت بتصريحات تيلرسون اليوم بأنه بالمخاوف الآن أيضا في نشاطات جديدة وتمرد يتحدث عن حركة تمرد لداعش بليبيا بأفغانستان وبالفلبين إلى أي درجة هذا الجانب سيأخذ حيزا من عمل التحالف وتنسيق دول التحالف بالفترة القادمة حركات التمرد هي إشارة واضحة أنه لا يمكن القضاء عليها بالعدد العسكري أو العدة العسكرية إنما يحتاج إلى عمليات تنسيق مخابراتية معلوماتية وتقنيات لمتابعة هذه العصابات حركات التمرد تعني أنها سوف تكون متربصة لأي عملية نجاح متربصة لصناعة الفوضى متربصة لعمليات انتقامية ثأرية وبالتالي هذه سوف تكون هي أكثر خطرا على بنية الدولة ومؤسساتها من الجماعات الإرهابية التي تريد أن تحتل أرض وتفرض عليها شروطها وقوانينها البدعية أنا أشكرك جزيلا من بغداد دكتور هشام الهاشم الخبير في الجماعات المتشددة